اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم وجود الاصفار غير البديهية والاتجاه الثاني هو كانت اكو اصفار بديهية فمن جهد واشتغلت كانت النواتج تقول بالاعتماد على برنولي تقول واحد زائد اربعة زائد تسعة زائد ستعاش الى المالة نهاية نعم هاي تساوي صفر انا صراحة ما اقتنعت بها يعني ليش ساوي صفر نعم اي ما اقتنعت بها فظليت ابحث اشتغل كذا الى ان وصلت توصلت الى انه الصفر البديهي بالدالة زيتها ريمان لا يساوي صفر وانما هو قيمة تخيولية لدالة جيد احمد يعني من هو صاحب الفضل في تحفيزك على هذا في خوض هذا المجال وهذه التجربة والله يعني صاحب الفضل الاول اهل نعم يعني ايش اقول لك ياها من نجحت من السادس يا مرحلة انت بدت يعني صار عندك واهس بالرياضيات بهذا العلم يعني بالتحديد هذا العلم بالذات هي بدت الفكرة بالخامس اعدادي نعم يعني انش نتصف خامس اعدادي بدت عندي الفكرة بس ما اعتبرها كبداية بداية الفكرة يعني بداية الشغل الفعلي بيها كانت بعد نجاحي من السادس مثل ما اتفضلته هم كانوا والاهل الاكثر الداعمين بيها وطلعت ما عدل كاني اهلني لغير كليات لكن اصريت على دراسة الرياضيات في سبيل اكمل بها هاي الدالة نعم هي فيجيت بوقتها اردت اقدم قدمت علي كلية التربية لابن الهيثم بجامعة بغداد واصريت على دراسة قسم الرياضيات في سبيل اوصل النتيجة بهاي الدالة نعم زين احمد الاكتشاف اللي اه توصلت الي اكو احد احتضانك هل هو يعني لقيت اهتمام كبير من قبل اه الجهات المعنية من قبل الحكومة كليتك بالتحديد اللي هي كلية ابن الهيثم شنو كان رد اه ردت فعل الاساتذة حول هذا الموضوع استاذ هو كان الاهتمام اكثر شي عن طريق الكلية يعني ان بوقتها رحت للعميد كليتي دكتور فراس قلت دكتور انا توصلت لنتيجة كذا وكذا فقال اواجهك انه تروح تسوي لها طلب بالقسم حتى تناقشها مع اللجنة العلمية بوقتها رحت على رئيسة القسم مالتي اللي هي دكتورة فاطمة تقول دكتورة انا هي شي شي شو صلت النتيجة فهي كلش كيفة قالت حنا نفتخر بكم وكذا ثاني يوم استدعوني قالوا عندك مناقشة اللجنة العلمية اللي كانت تسع دكاترة من كلتي كلش مهتمين بهاي الشغلة ومن ضمنهم كان دكتور هاني ايضا من الحاسبات فكان اهتمام مو طبيعي بها نعم يعني كلها تيدي شوفوا النتيجة احمد شو توصل هذا الصفر موجود قبل 310 سنوات يعني او اكثر شون احمد قدر يوصل لهيش نتيجة نعم فمن ناقشتهم قالوا النتيجة صحيحة لكن عندنا ملاحظات رفعوا الكتاب الدكتور فراسي اللي هو عميد الكلية مالتي نعم قالوا هن سوي لجنة ساندة حتى ملاحظاتكم تكمل على هاي المعادلة وبوقتها ايضا هم جوي لجنة ساندة متكونة من خمس دكاترة اساتذة من كل التربية للبنات بالجادرية بالجامعة الرئيسية جامعة بغداد واجه دكتور فاضل صفحة ايضا من جامعة النهرية نعم فهم قعدنا ومره ثانية تناقشنا بيها قريبا ساعتين ونصف وثلاث ساعت احنا به هاي المناقشة فبالاخير توصلني الى النواتي الصحيحة وما بها اي مشكلة وما يؤدي لي الى العدد اللي طلع يؤدي لي من اعوضه بجذاء اولار يطلع لي دالة توزي عندي الاعداد الاولية واللي هاي نحتاجها كل تفاصيل حياة نعم زين احمد هذه المسألة اللي انت حليتها وغيرت طريقة حلها اللي يعني قبل سنين هي كانت تمشي يعني في خط معين هل هذه المسألة تم حلها في دول اخرى ربما ام فقط هم سايرين على نظام واحد هو اللي كان محتمد في الجامعة العراقية وانت جيت باختراع مختلف عن الباقي بابا استاذ هي اللي قلت لك كانت دالة زيتها بيها اتجاهين نعم هم القيمة اللي يردوها يردون الصفر غير البديهي عندنا بالدالة مسمايات اثنين الصفر الغير بديهي والصفر البديهي نعم فكان اغلب شغل علماء الرياضيات وكانوا يشتغلون على الصفر الغير بديهي يردون يجدون لقيمة بحيث يقدرون من خلالها يطلعون الاعداد الاولية ويمشون بالمعادلة فقيت لك كان اغلب شغلهم على الصفر غير البديهي انا من جهة اشتغلت ما كان شغلي على الصفر غير البديهي اشتغلت على الصفر البديهي يعني هو يسمونه بالمصطع الحلمي الصفر التافه هم يقولون هذا العدد مثبت حنا بعد عليا شنو نجي ندرس عليه مرة ثانية فمحد ما اشتغل عليه اشتغلوا على التجاه الثاني اللي هو الصفر غير البديهي انا جئت لا اشتغلت على الصفر البديهي واكتشفت انه هو قيمته ليس صفر وانما هو قيمة تخيلية من تعاوضه بجذاء اويلر راح ينطيك قيمة للصفر غير البديهي وتقدر اطلع القيمة بشكل كلش طبيعي يعني اليوم انت طالب في المرحلة الرابعة حاليا وفكرت بهذا الشي فكرت بهذا الموضوع ردة الاستاذ اللي كان يدرسك كيف كانت يعني هو اباو تحديدا يعني الاساتذة لبعض منهم ردة الفعل هي اباو هي الاختصاص اختصاص بالرياضيات اسمه نمبر ثيوري دالة زيتا ريمان تابعة للنمبر ثيوري اللي هي نظرية الاعداد فمعظم الجمعة العراقية تفتقر لهذا الاختصاص اللي هو نمبر ثيوري وبقتها يعني انا دائما ابحث اجي اسأل الديكاترا ومعرف ان انا اصلا على شنو جاي ابحث فمن وصلت للنتيجة اتصلت بدكتور عادل راشد يعني انا جدا اشكرا قال احمد انت خباستني وين شحلية انت قلت الحلية دالة زيتا ريمان قال راح ادزك على دكتور مختص دالة زيتا ريمان او بالنمبر ثيوري وتواصل ادزلي رقم دكتور اسمه دكتور هاني مسلم عبود هذا الاستاذ هو شانت البداية وياه فمن رحت على دكتور هاني قلت له دكتور عاني كذا وكذا وكذا اتصلت بي اول مرة فقال لي تجيني نتناقش بيها من اجي من اجيت وتناقشتو يعني جدا مبهر مبهر بشكل مطبيعي بعدين من من هو طرح الفكرة عليه وقال هاي لازم مرة ثانية تأكد لك من قوانين محددة كانت عندي ودرس بروسيا قال اجيب لك محاضراتي ايضا من روسيا حتى تأكد من صحة الحل من جيت مرة ثانية للقسم مالتي وناقشتها يعني صار اهتمامهم بيها كل الشبير اكثر ما كان دكتور هاني مهتم بيها اجيب لك نسبة الثقة بنفسك بانه الحل صحيح والنتيجة صحيحة عندما حليتها يعني انت قبل ما تصل الى الأساتذة ويأقدون صحة الإجابة والله انا قبل اربع سنوات اشتغلت بيها قلت لك من طلعت من السادس اعدادي بدأ الشغل الفعلي بيها واذا تسنع الثقين كمية واحد جيد زين احمد تتوقع اكو اهتمام في هذا المجال بالعراق على مستوى تطوير الرياضيات علوم الرياضيات ام انه ما زال يعتمل على آليات قديمة ولم يكن هناك تطوير بالعملية التعليمية بالنسبة لمهادة الرياضيات او المواد الاخرى باوع الاهتمام بيها ولازم يكون اكو اهتمام بيها وانا شوف العراق هو مهتم به جمسائل لكن احنا نفتقر الى مثلا شوان اسميك ياها استثمارات شركات تجي استثمارات ذكاء اصطناعي هي تشتغل هاي المعادلة فعلمون هاي يهتمون بيها بينما بالعراق اكو اهتمام هو مو اكو بس مو بالشكل يعني نقول مية بالمية بينما دا سنع لتطوير المناهج الدراسية وكذا وهي المر وزارة التعليم العالي يعني اذا انطيك رأي انا ما افرض الرأي اكو تطوير احنا احنا نصانب كل يتي دائما نشوف العميد يوجه انه طوره كذا يشجع الطلاب اللي تطلع نتاجات علمية يعني حتى بالمهرجان كان حاضر ويانا وعافية ولدي وابطال وكذا واشوف حدا تطوير لكن الملاحظة اللي آني عندي منحفتين هنه بالنسبة للتطوير لا يعني افضل انه تكون الدراسة بحثية لان الطالب بني تعب بالبحث بعد مستحيل ينسى ومستحيل يطلع من باله نعم وثاني شيء بالنسبة للتخطيط يعني عسا على مدير مدرسة لو انفرضنا مدير المدرسة هذا من يجي يطور حسب اللي بباله من يجي بعد مدير ثاني المدير الثاني راح يقلب الموازين يطور حسب اللي بباله هو ايضا يعني افضل هو نمشي على خطة متعدها وزارة التعليم العالي بحيث يعني جميع المدراء جميع مدراء الدوائر العامين يمشون على هاي الخطة في سبيل يعني برأيك احمد هل هناك اهتمام كافي من قبل الجامعات وزارة التعليم العالي على الموهوبين مثلك ومن هم الدعمين لك هل هناك احد دعمك من هذه الجهات المختصة والمعنية جامعات كلها تهتم بطلابها يعني انها سيشوف نفسي بالكلية تحديدا انت يعني يعني اشوف نفسي من شاركنا بالمعرض الانتهاجات العلمية الخاصة بجامعة بغداد احنا تشننا خمسة انضمننا ثلاث طلاب احنا واحد متخرج واحنا اثنين بعدنا ندرس مرحلة رابعة ودكاتر اثنين فشان اهتمام مطبيعي بنا يعني واي متنمين لهذا الامر اكو اهتمامات اما بالنسبة للدعمين يعني الكلية كلها تدعمك انت طلاب من من يشوفونك انت مسويه كلها تحاون تشجعك تثيرك كذا ومو بسح يعني من طلاب من دكاتر اثنين من الكل وانت سنع الدعمين يعني هما الاهل اول شي الوالدة والوالد يعني بيت جدي نقول والدعم الثاني اجا من الكلية من اسات التليمودي سيد نحمد هل لديكم نية لطرح هذا الاكتشاف لجامعات او جهات خارج العراق ايه طبعا انني ايه ان هساني هدفي انه كمل دراسة برا وان حلمي صراحة تجيب جائزة فيلس للعراق استكريمية كلش حلوة يعني سمع لجامعتك فلازم تطرحها خارج العراق عن طريق بحوث وكذا في سبيل تقدر تجيب هاي الجائزة للعراق زين رسالتك للحكومة اليوم انت شون راح تتوصل لهذا الموضوع اذا ما كان هناك اهتمام من قبل وزير التعليم كون يكتسب هذه المواهب لا وزير التعليم كلش مهتم يعني البرحة التي قلت بياني نعم كلش مهتم قلت له سيابة الوزيرة طالبك ببعثة يقول لي تاخذها من عيوني يعني الوزير كلش مهتم بهي تشاغلات بس يعني ببرحة منه جل مهرجان شارل ما عنده مجال الرجل بس هو مهتم نعم يعني احمد تتوقع لو كنت انت خارج العراق كيف سيكون التعامل معك في الدول المتطورة اللي تهتم بالكفاءات رح يكون من مثل ما كان في العراق ام هناك رح يستثمروك بصورة افضل برأيك والله بو اذا اجيك يعني على هالحالة انت عراقي ننتج تطرحها بالعراق يعني طبعا انت العراقي احسان عراقة هيزل العراقي بينما تطرحها الغير دولاء كلها تحاول تستباد من عندك صحيح يجوز يشغلونها بشركات يستفادون هم من عندها بس كاهتمام بيك ما راحضا يهتمون بعلمك ما يهتمون بيك انسان نعم وانت يعني ذا علمك وبلدك هم يهتم بيك يعني لكن مو بالدرجة الكافية اللي يعني قلت لك ان يحتاج لنا استثمارات شركات كذا تفيد هاي المعادلة بيه احمد زين بعد هذا الاكتشاف هل لديك في المستقبل اكتشافات اخرى او فكر اخرى ربما انت تحاول ان تصل اليها في المستقبل وراح تفاجئنا بيه ان شاء الله شنو انا قلت لك تشرحنا على باب سيدالة زيتان مطلحة رقم واحد وهم هاي النتيجة اللي يردوها ما يردو الرقم واحد يعني صفر غير بديه واحد يثبت الدالة فقط هاي ماكو غيرها بس انا لا ان شاء الله اطمح للتعميم يعني موجودة الفكرة لكن بعد احتاج لها شغل ومراجع وكذا اطمح لتعميمها واكو قانون ثاني ايضا هو اللي خص قانون اويلر هم جا نشتغل علي وان شاء الله نعممه وانفاجئكم به بهذا الموضوع اللي حليتها والمسألة اللي حليتها بالتحديد كم يعني الوقت المدة اللي توصلت بيها للحل النهائي ضرور انا قلت لك هي من الساد السعدات بدات الفكرة انا احشي لعلى الفكرة نهاية انا احدي لك بيه انا شانت الفكرة هي ساد ما اعادتها عليك حس بصورة مفاجئة من قبل اساتذة كبار من قبل شخصيات لا لا ما اعادتها علي يعني استال احمد انا قلت لك هي يعني الفكرة كانت بالي من الخامس اعدادي نعم بديت اشتغل بيها من الساد السعدادي لحد ما وصلت المرحلة الرابعة يا الله حليتها تقريبا اربع سنوات انت في بحث وفي اي اشتغل بيه احنا كنا بنا حيات سمونا حيات جل الله كان جوها تنافسي جدا نعم فدائما اسأل علي تسأل تسأل لحد ما وانت ويه دراستك همينة انت الدرس بابن الهيثن فياهل يجي اسأل نعم بينما هي ما انطلحت علي من قبل اساتذة يعني لحد ما توصلت للنتيجة كانت جهود ذاتية منك نعم لما يكن هناك اي احد يعاونك في حلها لا محد ما ساعدني صراحة بينما يعني شان شو يعني استاد اه تجمع ملاحظات يعني تسمع والدتك انا والدتي كانت تقول تقريبا اختي الصغيرة اسمع منها ملاحظات واحد زاد اثنين كذا تجمع الفكرة من اساتفتي بالكل يمن يشرحونا باوا عليهم انتبي يعني حاول المعلومات اللي جاي طرحها اصبوا حتى تانت بغير اختصاص اوظفها بمشروعي نعم يعني دائما تجمع ملاحظات تسوي تسأل تجيب حد ما جمعت الفكرة وطلع النتيجة زين احمد كلمة اخيرة اه خاب ترسلها للجهات المختصة لاصحاب الشأن للحكومة الحالية حكومة السيد محمد الشاعر السوداني للاهتمام بهذا الموضوع اهتمام بالمواهب وخصوصا مشروعكم والله كلمتي يعني اول شي احب اشكرهم موال شان الجهود دكتور نعيم العبودي كلش حلوة وايضا اشكر دكتور منير رئيس جامعة بغداد همين شان حاضروا بشكل كلش قوي واتمنى منعدهم انهم منحون نبعثه في سبيل تكمل معلوماتك بهاي الدالة وان شاء الله نجيب جائزة فيلس للعراق نعم هذا اللي اتمنى من وزارة التعليم العالي ومن حكومة محمد الشاعر السوداني نعم احمد عدنان احد مكتشفي علم في مجال الرياضيات الرياضيات شكرا جزيلا لك احمد كنت معنا في برنامج معكم في ساعة نتمنى لك التوفيق حافظة تدلل حبتي المشاهدين نذهب الى فاصل ثم نعود مجددا اشتركوا في القناة